اشتركوا في القناة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأسأله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا ونسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الأكارم الأفاضل يتجدد بكم اللقاء من هذا المكان الطاهر المقدس المعظم بيت ربنا الأول في هذه الأرض لعبادته جل جلاله وحده المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض لعبادة الله عز وجل ومن جوار الكعبة الشريفة قبلة المسلمين بيت الهدى والبركة بيت المثابة والقيام بيت الطهر البيت الحرام يتجدد بكم اللقاء لنتدارس آيات الكتاب العزيز آيات القرآن العظيم هذا الكتاب الذي أيضا وظيفته الهدى كما أن هذا البيت رسالته في هذه الدنيا الهدى وهنا يتلاقى هذا الوحي المبارك الذي نزل من عند الله جل جلاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جاء الإخبار فيه عنه بأنه كتاب هدى وجاء الإخبار فيه عن هذا البيت بأنه هدى فقال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال عز من قائل إن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركا وهدى للعالمين والمقصود بهذا الهدى الإنسان لأن الإنسان مقصود رسالات السماء هذا المخلوق المكرم هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل وكرمه وجعل فيه قوة العقل لإدراك الأشياء وإدراك المنافع والمضار هذا الإنسان هو مقصود رسالات السماء إذن هدى الله جل جلاله الذي أنزله في كتابه الكريم والذي جعله في بيته العظيم والذي نقله إلينا وعلمنا إياه الرسول الهادي الأمين عليه الصلاة والسلام هذا الهدى بمصادره هذه الثلاثة فإن المخاطب به هو هذا الإنسان وهذه الأمور الأصول الثلاثة التي أشرت إليها أولها وأسها هو هذا الكتاب القرآن العظيم هذا الوحي المبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب فالخير كل الخير في الوقوف مع القرآن والسعادة والفوز والطمأنينة في العمل بهذا القرآن وكمال العقل والنباهة وزكاء النفس أيضا بالعمل بهذا القرآن فالخير كله في اتباع هذا الكتاب العظيم أهل الكتاب مجمعون أن نبيا يخرج في آخر الزمان وهم ينتظرونه ولا يشكوا علماؤهم في أنه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وإنما يمنعهم من الدخول في الإسلام رئاستهم على قومهم وخضوعهم لهم وما ينالونه منهم من المال والجاه هذه الكلمة قالها الإمام بن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد وهو يتحدث عن وفد نجران الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك وذكر رحمه الله في كتابه العظيم خبر ذاك الوفد ناقلاً ذاك الخبر من سيرة بن إسحاق رحمة الله عليه ثم عقب على الخبر بذكر فوائد كان هذا الكلام الذي قرأته هو من كلامه رحمه الله فأهل الكتاب مجمعون مجمعون ولذلك كانوا يترقبون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم خروج ذاك النبي وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عرفه علماء اليهود والنصارى وأدرك أن هذا هو رسول آخر الزمان ولكن من قبل منهم قليل ومن لم يقبل كثير ويذكر الإمام بن القيم رحمه الله السبب الذي منعهم من ذلك منعهم من الدخول في الإسلام والتصديق برسول آخر الزمان الذي منعهم هو الدنيا ومرتبط بها فقال وإنما يمنعهم من الدخول في الإسلام رئاستهم على قومهم وخضوعهم لهم وما ينالونه منهم من المال والجاة ورأينا هذا الكلام انطبق هنا على وفد نصارى نجران وذكرنا تلك الرواية التي وردت بكتب السيرة من تلك الكلمات التي كانت بين رؤساء الوفد العاقب والسيد وأبو الحارث فواحد منهم القائم بأمره وأمر رحلهم وسفرهم وما يتعلق بحياتهم وهذا هو العاقب والسيد من كان مرجعا لهم في الرأي وإذا عن لهم أمر رجعوا إليه والسشاروه وأما ثالثهم وكان يكن بأبي مريم فكان مرجعهم في العلم إذ كان حبرا وكان له صيت بين النصارى في زمنه وكما قلت ذكر أهل السير أنه بلغ مبلغا في الشهرة بين النصارى والمكنة في ما هم فيه حتى كان قيصر الروم يبعث بالهدايا له ولقومه فهم ظنوا أن دخولهم في الإسلام وتصديقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم سيمنعهم من ذلك كله فقدموا فقدموا الدنيا على قبول الحق قدموا الدنيا على قبول الحق ولذلك كان هذا الموقف منهم قدومهم 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 الظاهر والأرجح أنه كان إثر كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم لهم يدعوهم إلى الإسلام ويحذرهم من عدم الإسلام فبعثوا ذاك الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا إلى المدينة بل بعض الروايات تذكر أنه كان لهم قدوم سابق لقدومهم إلى المدينة فقدموا والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة وسورة آل عمران كما قلنا في أول درس افتتحنا دروس هذه السورة وكررنا ذلك في أكثر من درس أن الجزء الأول والقسم الأول من هذه السورة العظيمة كان في شأن هذا الوفد وفد نصارى نجران فكانت الآيات السابقة والتي وقفنا معها آية آية متأملين متدبرين آخذين ما قال العلماء حول تلك الآيات من المفاهيم والمعاني والعبرة والعظة والأحكام والتي تبين لنا أمور عظيمة جدا كان أولها أن أمر الدين عظيم وأن شأنه كبير وأن قيمته وقدره عند الله عز وجل عظيمة والله عز وجل خلق هذه الدنيا للإنسان ليعيش بدين وليحيى على دين وليعمل بدين إنه دين الإسلام خلق الله له هذه الدنيا على سعتها وقدر له فيه فيها أقواتها هذا الخلق العظيم خلق لهذا الإنسان صغير الحجم إذا ما قورن بالدنيا والخلق الكبير ولكنه يحمل رسالة عظيمة هي رسالة الإسلام رسالة الإيمان رسالة التوحيد رسالة إفراد الله عز وجل بالعبادة رسالة أن يعيش بهذا العقد العظيم عقد الإسلام فتبين لنا أن أمر الدين عظيم وتبين لنا كمال الحكمة وكمال الرحمة وكمال العلم وكمال القدرة لهذا الرب العظيم جل جلاله أوفى الأوفياء وعد عبيده أن ينزل عليهم هداه فأنزل هداه وأرسل الرسل واختارهم واصطفاهم وأنزل عليهم كتبه وأمرهم بالإنذار والبلاغ فبلغوا الأمم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وكانوا هم النصحة وكانوا هم أرحم الناس بالناس وكانوا أصدق الناس في إنذار الناس وكانوا أعلم الناس بما يصلح الناس لأنهم حملوا للناس وحيا من عند رب الناس جل جلاله وأصبحوا فعلا في خط الزمن كالنجوم هداة بل كالأقمار هداة للناس من اقتفى أثرهم فاز ونجى وسعد ومن خالف طريقهم هلك وتلف وخسر فهذه قضية نجدها ظاهرة ونحن قرأنا تلك الآيات ثم نجد أن الله الرحيم العليم الحكيم ما يتخلى عن رسله وكلفهم هذه المهمة وهو يؤيدهم وهو ينصرهم وهو يحفظهم وهو يكلاؤهم فها هو عيسى عليه السلام بعد أن رفعه الله بعد أن رفعه الله وعلى ظهر الأرض من اختلفوا في أمره فظل في أمره فرقتين فرقة انتقصته واتهمت أمه وهم اليهود وفرقة غلت فيه وأخرجته عما عن حقيقة أمره فجعلوه ابنا لله منهم من جعله هو الله والله عز وجل يدافع عنه ويجل حقيقة الأمر في وحي ينزله على النبي الخاتم نبي آخر الزمان ويجعله يدافع عن كليم الله عن عيسى عليه السلام كلمة الله وروح القدس فإذا بالقرآن يتضمن آيات الدفاع والبراءة وآيات الحق والحقانية في شأن عيسى عليه السلام كما جاءت آيات في بيان الحق في أمر موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء وهنا يدرك الإنسان أن هذا الدين وأن هذا الإسلام هو الجامع بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وندرك أن هذا الكتاب حق وأن هذا الرسول حق وهو يخبرنا وهو يخبرنا في سنته وينقل لنا هذا الوحي المبارك القرآن العظيم عن ربه جل جلاله بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام من خلال هذه الآيات كيف أن الله عز وجل يدافع عن أوليائه فعيسى يرفع ولكن الله عز وجل يدافع عنه وينصره ويبين الحق في أمره وهذا والله أمر عظيم كم يملأ القلب إعظاما لله وحبا له جل جلاله واستسلاما لأمره وثقة باتباع وحيه وتصديق رسله صلوات الله وسلامه عليه فإذا هذه قضية عظيمة أيضا وكفنا معها وتأملناها وأن الأمر كما قلت جد والدين عظيم الدين عظيم والأمر عظيم الدين بني على عهد أخذه الله عز وجل من بني آدم كلهم يوم أن أخرجهم من ظهر أبيهم آدم ونثرهم بين يديه كالذر وكلمهم الجليل سبحانه وتعالى وأخذ عليهم العهد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأن يؤمنوا بأنه هو جل جلاله ربهم لا رب لهم سواه ولا معبود لهم غيره والجميع أقر له وشهدت السماوات وشهدت الأراضين وشهد الملائكة على هذا الإقرار من بني آدم وشهد آدم الأب لتلك الذرية وذاك الموكف الذي كان حضاره الأنبياء كلهم وكانوا بين الناس كالسرج فأخذ ذاك العهد والله عز وجل أخذ على نفسه جل جلاله جل جلاله أن يذكر عبيده بهذا العهد بعد أن يخرجوا من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات إلى هذه الدنيا سيذكرهم فقال الله عز وجل مخبراً عن هذا في كتابه وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وفي خبر أبي أن الله عز وجل قال لعبيده بعد أن أشهد عليهم كما قلت السماوات والأراضين والملائكة قال سأنزل كتبي وأرسل إليكم رسلي يذكرونكم هذا العهد والميثاق والله ذكرنا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بالعهد في سنته فلذلك أمر الدين عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ لأن الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقال له ما على الرسول إلا البلاغ قال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ وأرسل من يبلغ وأمر أمته بالبلاغ إلى يوم القيامة بلغوا عني ولو آية فهو بلغ وهنا مع نصارى نجران والذين بقوا في المدينة أياما وكان ذاك الجدال الذي قام والحوار بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك استنبط العلماء من هذه الآيات وما ورد حولها من الأحاديث وما جاء أيضا من الوقائع في كتب السيرة استنبط العلماء على جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم بل استحباب ذلك بل في مواطنة وجوب ذلك إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم وإقامة الحجة عليهم فقه عظيم استنبطه العلماء من خلال هذه الآيات ومن خلال الأحاديث الواردة عن هذه الآيات ومن خلال وقائع السيرة التي جاءت في مرحلة نزول هذه الآيات استنبطوا هذا الأصل وأيضا مما عرفوه وهم يقفون على حال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته أنه عليه الصلاة والسلام لم يزل في جدال الكفار حوارهم ونقاشهم وإبطال حججهم ودعوتهم إلى الحق والرد على شبههم لذلك يقول ابن القيم رحمه الله لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جدال الكفار على اختلاف ملالهم ونحلهم إلى أن توفي وكذلك أصحابه من بعده قال وقد أمر الله بجدالهم بالتي هي أحسن في السورة المكية والمدنية هذا فقه عظيم فالأصل في التواصل مع أهل الكتاب ومع كل من لم يسلم ويؤمن بهذا النبي الكريم وما نزل معه من القرآن العظيم فالأصل في العلاقة علاقة بلاغ ودعوة علاقة حوار وجدال بالتي هي أحسن وهذا كما قلت من الأمور العظيمة التي أنتجها فهم مراد الله من هذه الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال الوقوف مع الوقائع التي أحاطت بمرحلة نزول هذه الآيات المباركات ولكن وكما قلت أمر الحوار والجدال عندما يصل إلى مرحلة يدرك صاحب الحق أنه دخل عند الطرف الآخر مدخل الهوى مدخل الهوى مدخل الإصرار على الباطل بعد أن أصبحت الحقيقة واضحة وأصبحت الحجة بيّنة وأصبحت الشبهة داحظة ولم يعد عنده شيء يستند عليه إلا اتباع الهوى والشهوة فإننا نجد من خلال آيات القرآن لأنه كما قلنا القرآن ونحن نتأمله فإن المراد من النبي ومن المبلغ أن يكون حرصه أن يعود الناس إلى الحق وأن يمتثل الحق وأن يقبل الحق ولذلك هذه الآيات الطويلة التي تضمنت الحوار والردود وتبيين الحقائق واحدة تلو الأخرى ويكرر ذلك بتلك بذاك البناء البديع في هذه الآيات القرآنية يعطي دلالة على فعلا أن المراد أن يعود الناس إلى الحق ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ولكن الأصل الذي كان بين الرب جل جلاله ومخلوقه المكرم أن يجعل إيمانه بالله وإفراده العبادة لله مبني ذلك على اختياره هذه الأمانة العظيمة يحملها الإنسان باختياره وإرادته لا بالإكراه لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين ولكن حتى يدرك هذا الإنسان أن الأمر جد وأن هناك أمورا قد تجعله يعود إلى الحق أو تجعله أمام نفسه صريحا في أنه اختار طريق الباطل بعد أن علم طريق الحق وعرف طريق الحق لكنه اختار الباطل وهنا في هذه الآية التي بين أيدينا طريق من هذه الطرق ما هو إنه طريق المباهلة طريق المباهلة قال الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين آية المباهلة بعد ذاك البيان الذي استمر قرابة ستين آية وهي تخبر عن هذا الأمر العظيم وتؤسس وتؤصل وتقعد لتلك الحقائق فيما يتعلق بعيسى عليه الصلاة والسلام ستين آية إلى أن يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الحق من ربك فلا تكن من الممترين لا تكن من هؤلاء الممترين فيقول الله له فمن حاجك فيه روى الإمام البيهقي بسند صحيح إلى ابن مسعود رضي الله عن أن السيد والعاقب وقلنا من هو السيد ومن هو العاقب كبار وفدي نصارى نجران المسؤول عن أمرهم وحكيمهم أتيا قال أتيا أن السيد والعاقب أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يلاعنهما فقال أحدهما لصاحبه لا تلاعنه فوالله إن كان نبيا فلاعنته لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا فقالوا له نعطيك ما سألت فابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا وهذا الحديث وهذا الحديث أيضا بنحوه رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه بدون الجزء الأول منه بالإخبار بطلبي نصارى النجران وفدهم كبار وفدهم أن يبعث معهم رجلا من الصحابة وأن يوفوا له بما اتفقوا عليه أن يعطوه مالا عليه الصلاة والسلام وأن يبقوا على دينهم وأن لا يغزوهم عليه الصلاة والسلام فبعث معهم أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنهم طيب فنعود إلى الآية فأدركنا الآن النقاش استمر وأخذ ذاك المدى من الآيات أبطلت كل ما عندهم من الشبه بين لهم الحق فجاء الموقف الحاسم فمن حاجك فيه أي يا محمد من حاجك من حاجك فيه من نازعك وجادلك فيه الضمير هنا عائد إلى الآيات التي وردت في المسيح عليه السلام وقيل عائد إلى الحق من ربك أي الكتاب الكريم الذي جاء بهذا الخبر وبغيره والأول أظهر لأن الخطاب ما زال فيما يتعلق بنصارى نجران فقوله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فمن حاجك منازعك وجادلك وهو من باب المفاعل بين اثنين إذن هي محاججة من بعد من هنا تصلح أن تكون شرطية وأيضا موصولة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم العلم هنا المقصود به الذي قد بيّنته آيات القرآن في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام أنه عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأنه رسول إلى بني إسرائيل هذا العلم الذي جاء من عند الله من بعد ما جاءك من العلم وهذا هو العلم الحق فالقرآن كتاب علم وعلم القرآن حق ويبني عند الإنسان الحق فمن حمل القرآن كان عالما ومن فهم مراد الله عز وجل في آيات القرآن كان عالما بل كان في صدره وعقله أعظم العلم وأعلى العلم وأوثق العلم وأهم العلم وأنفع العلم وأبرك العلم علم القرآن فالله عز وجل يصف ما جاء في القرآن بأنه علم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا قل يا محمد لهاو الذين يحاجوك في العلم تعالوا من أجل ماذا تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا وأنفسكم تعالوا تعالوا ومعكم نساءكم وسيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أهل بيته وأنفسنا سيأتي هو صلى الله عليه وسلم بنفسه وتعالوا أنتم يا من تجادلون بأنفسكم من أجل ماذا قال ثم نبتهل لأن الأمر والحجاج وصل إلى مرحلة توقف أولئك يقولون ما عندهم هو الحق أن عيسى ابن الله أو هو الله ورسول الله محمد ورسول الله يقول لهم عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من إذن هو عبد مخلوق والأدلة سبقت الأدلة سبقت وكانت الآية التي قبل هذه الآية كان ذاك الأمر بكل وضوح إن كنتم تقولون لأن عيسى عليه السلام خلق من أم أو أنه ولد من أم بدون أب وأن هذا هو الأمر الذي تبررون أنه هو ابن الله فالله عز وجل يخبركم أن آدم خلق من تراب ولم يخلق لا من أم ولا من أب ولم تقول ولم يقول أحد أنه ابن الله فضلا فضلا من أنه فخلقت فخلقته أعجب ومع ذلك ما أحد قال أنه ابن الله فمن خلق من غير أبوين أعجب ممن خلق من واحد من الأبوين فلماذا قلتم هنا أنه ابن الله ولم تقول هناك أنه ابن الله وأن الأمر عند الله عز وجل واحد بالنسبة لكمال قدرته فخلق آدم من غير أبن وأم وخلق حواء من أبن بدون أم وخلق عيسى من أم بدون أب وخلق البشر من أبوين فهذه أربعة أصناف في خلقة الإنسان يخبر الله عز وجل عنها فإذن عندما وصلوا إلى تلك المرحلة فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم هذا العرض ليقف الأمر على نهاية حاسمة قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وجاء في أخبار السير أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ومعه الحسن والحسين أبناء ابنته فاطمة وهنا نسب أولاد البنت إلى جدهم من جهة الأم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وجاء أيضا في أخبار السيرة أنه جاء بالحسن والحسين ومن معه بين يديه ومن ورائه فاطمة أمهما وبنته صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها وأرضاها ونساءنا ونساءكم وأنفسنا جاء بنفسه وفي بعض رواية السيرة معه علي رضي الله عن وأنفسكم ثم للتراخي أي لأن هنا قضية اجتماع للناس فاحتاج الأمر إلى تراخي بعد حصول الاجتماع ثم وهو تراخي نسبي ثم نبتهل نبتهل هنا هذه الكلمة ثم نبتهل فقيل نبتهل هنا بمعنى نلتعن أي أن كل منا يدعو يدعو الله عز وجل بصدق وإخلاص أنه إن كان كاذبا فعليه لعنة الله فإذن هذا نبتهل لذلك يعني هي يقال رجل عليه بهلة الله وأيضا بالفتح بهلة الله أي لعنة الله فالبهلة فالبهلة والبهلة بالفتح والضم اللعنة اللعنة ثم هذه الكلمة الابتهال استخدمت أيضا في الدعاء في الدعاء وعضح فقوله ثم نبتهل فإذن هي استخدمة فيه اللعن البهلة والبهلة فيقال عليه بهلة الله وبهلة الله أي لعنة الله وأيضا يستخدم الابتهال في الدعاء والاجتهاد فيه وإن لم يكن التعانا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل وهنا طبعا هذا الاجتماع أليست القضية بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين نصارى نجران فلماذا أدخل الأبناء وأدخل أهله ولماذا أمرهم أن يدخلوا أيضا أبناءهم وأهلهم قال العلماء هذا فيه دلالة على أمور أولها أن فيه تأكيد على ثقة الطالب للمباهلة بحاله واستيقانه بصدقه واثق مما هو فيه من الحق مستيقن الصدق الأمر الثاني أنه واثق بكذب خصمه وببطلان ما عنده إذن هو واثق في ما عنده وصحته واثق في بطلان ما عند خصمه ما عند خصمه فلذلك هو يطلب أن يكون معه في تلك المباهلة الأبناء والنساء مع نفسه ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فنجعل لعنة الله على الكاذبين أي أن يكون في تلك المباهلة هذا الطلب من الله عز وجل هذا الطلب من الله عز وجل دعاهما النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك جاء من خبر ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسن قال لو خرج الذين يباهلون النبي صلى الله عليه وسلم لو خرجوا إيش لو خرجوا أي لو خرجوا للمباهلة وقبلوا تلك المباهلة ونطقوا بها فيقول لو خرج الذين يباهلون النبي صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا لا يجدون أهلا ولا مالا وأيضا جاء مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسند مرسل أنه صلى الله عليه وسلم قال جاءتني البشرة بهلاك أهل نجران لو باهلوا أي لو قبلوا المباهلة فإنه سينزل عليهم العقاب فأولئك القوم فأولئك القوم عندما طلبا منهم تلك المباهلة كما سمعنا في خبر ابن مسعود الذي رواه البيهقي والذي أصله في صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه في أن أولئك القوم عندما رأوا أن الأمر جد وأنهم أمام أمر واضح أنتم الآن تقولون في جدالكم أنما أنتم عليه حق وصوار وأنك يا محمد لست على حق فيما قلت في خبر عيسى عليه السلام فأنتم الذين قلتم ذلك فتعالوا وكل منا يدعو بدعاء أنتم تقولوه ورسول الله سلم يقوله أن من كان كاذبا فعليه لعنة الله أي فيما يتعلق بأمر المسيح عيسى عليه السلام هل هو عبد مخلوق أو هو ابن لله أو الله فكان ذاك الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم فعندما طلب ذلك منهم قاموا وقالوا أمهلنا أمهلنا ثم ذهبوا وتحاوروا فيما بينهم ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى والنبي عليه الصلاة والسلام عندما عرض عليهم المباهلة كان أيضا عرض عليهم إن لم يقبلوا الإسلام أن يصطلحوا معه على شيء يدفعوه لهم على شيء يدفعوه له من المال فلما ذهبوا وتشاوروا وكما قلت أيضا من تلك الكلمة أن علماء بني إسرائيل كانوا يعرفون وصف نبي آخر الزمان وعلموا أنه هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لكن منعهم من ذلك كما قلت رئاستهم على قومهم وقبول الناس لهم وخضوعهم وتلك الأموال التي يتحصلون عليها بسبب هذا الأمر فمنعهم ذلك أن يقبلوا الحق مع أنهم عرفوا الحق فلما جاءت الملاعنة هنا أدركوا أن الأمر خطير عليهم وأنهم سيخسرون بالملاعنة شيء كبير فأرادوا أن يتوسطوا في الأمر فيدفعوا شيئا من المال ويبقى لهم ما هم فيه من الجاه والمكانة وأيضا ما يأتيهم من الأموال وأنهم يدفعون شيئا مما يأتيهم ورأوا أن ذلك أخف عليهم وهذا لقصور عقلهم وهنا ندرك يا إخوة قضية الدنيا عندما تتعلق بها النفس وعندما تحبها وتعشقها كيف يصبح الإنسان عبدا لها وكيف تصده عن قبول الحق فها هم عندما عرضت عليهم الملاعنة أبو ومن الذي يرفض ولذلك يذكر بعض المفسرين يقول لم يقل أحد من المسلمين ولا من غيرهم أن نصارى نجران قبلوا المباهلة الجميع متفق على أنهم لم يقبلوا والذي لا يقبل يدل على ماذا أول ما يدل على أنه ليس واثق فيما في صدره وفيما عنده أنه حق ليس واثق إذ لو كان واثقا لقبل فرفضه دل على عدم ثقته فيما هو فيه والأمر الثاني برهان على صدق من طلب منه المباهل وعلى صحة النبوة وعلى صحة النبوة التي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عنها ودعاهم إلى التصديق به صلوات الله وسلامه عليه فلذلك هذه قضايا أظهرتها آية المباهلة أظهرت هؤلاء وعرتهم أمام أنفسهم أنهم ليسوا واثقين من قولهم واعتقادهم وإنسان لا يثق في اعتقاد كيف يكون مؤمن به فلذلك دلت على عدم الثقة بما ينتحلوه من الدين فإذن هذه الآيات التي دحضت شبه النصارى فيما تعلق بعيسى عليه السلام ثم في هذه الملاعنة والابتهال الذي دل على أنهم ليسوا متيقنين ولا واثقين من اعتقادهم ودلت على ثقة ويقين النبي صلى الله عليه وسلم باعتقاده وتصوره في عيسى عليه الصلاة والسلام وفيما أخبره الله عز وجل عن وكيف أنه قدم أولاده وأهله للدلالة على أنه واثق في اعتقاده صلى الله عليه وسلم فيما تعلق بعيسى عليه السلام إذن هذا الموقف العظيم وهذا المشهد ولنا أن نتخيل والصحابة رضوان الله عليهم يحضرون هذا الموقف ويرون هذا الطلب من النبي عليه الصلاة والسلام وحضور الحسن والحسين وفاطمة وطلبوا الابتهال ثم إعراض أولئك ثم إعراضهم وقبولهم أن يدفعوا ما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفعوا وقبلوا وطلبوا أن يبعث معهم ذلك الرجل الأمين ليوفي ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم منهم فلذلك أقول أيها الإخوة الأكارم الآيات هذه العظيمة تعطتنا جواز المجادلة ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يجادل الكفار على اختلاف أديانهم ثم بيّنت لنا أن القرآن آياته تدحض الشبه وبيّنت لنا أيضا الآيات وهذه الآية على وجه الخصوص صحة أيضا كانت دليلا على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أن هذه الآيات المباركات وهذه الآية ما قبلها وهي بيّنت لنا أيضا أن من عظم مخلوقا فوق منزلته التي يستحقها بحيث أخرجه عن منزلة العبودية المحظة فقد أشرك بالله عز وجل وعبد مع الله غيره وأن ذلك مخالف لجميع دعوة الرسل رسول الله محمد رسول الله عيسى وغيرهم فمن فعل ذلك فهو مخالف لدعوتهم وأيضا أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا وعاندوا أن يدعوا إلى المباهلة وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم ولم يقل أي الله جل جلاله ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعدك يقول ودعا إليه ابن عمه عبد الله ابن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع إذن يرى ابن القيم أن أمر المباهلة باب مستمر بعد الحوار والجدال بأن تكون طلب الملاعنة ممن جادل أهل الكتاب أو غيرهم ويعتبر أن ذلك من السنة الباقية من السنة الباقية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلب ذلك من نصارى نجران وأنه أمر باقي وأنه أمر باقي في هذه الأمة في هذه الأمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح نصارى نجران على مال معين محدد يدفعوا له في كل عام وفي هذا أيضا صغار لهم حيث أنهم لم يقبلوا الحق وعندما تهيبوا المباهلة وخافوا أن يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم فقبلوا ثم طلبوا أن يبعث لهم رجل أمين فبعث أمين هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة فأبو عبيدة هو أمين هذه الأمة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وهنا فيما جاء في الخبر أن الصحابة تطلع لها ليست قضية الوجاهة والشرف ولكنهم كل منهم يتسابق في الخير وأن يكون له المكانة عند الله جل جلاله أنه أمين هذه الأمة فإنهم تشوفوا لها أن يكونوا بهذه المنزلة ثم كانت لأمين هذه الأمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين الذي عرفته قريش بصدقه وأمانته قبل أن يبعث فكان الصادق الأمين ورب أصحابه فكان منهم هذا الصحابي الجليل الذي هو أمين هذه الأمة وكانت الأمانة هي التي أنزلها الله في جذر قلوب الرجال وكان الذي ينزل بالوحي هو أمين الوحي جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم كلما خطب كان يقول في خطبته لا إيمان لمن لا أمانة له فالدين فقضية الأمانة أمرها عظيم وشأنها كبير وجليل فلذلك هذه فيها حقيقة يعني منزلة ومكانة لأبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه الذي وصف بهذا الوصف العظيم بهذا الوصف العظيم فإذن هذه الآيات الكريمات المباركات وهذا الموقف العظيم يعطينا الدلالة كم قام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر البلاء وبأمر الدعوة إلى الله عز وجل وأيضا قضية بر الأولاد للآباء وطاعتهم على الحق فهنا نجد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين وجاء بابنته فاطمة ولم يخالفوه فيه هذا الأمر مع أن الأمر أمر ملاعنة فإنه يتضمن أمر البر ويتضمن أيضا أمر علمهم بالحق والثقة في الحق الذي تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه دلالة أيضا عظيمة دلالة عظيمة وهذه أيضا تذكرنا بالخليل إبراهيم مع ابنه إسماعيل عندما يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ثم نجد الجواب من إسماعيل يا أبا يا أبا تفعل ما تؤمر وعندما يأتيه ويقول له يا بني إن ها هنا بيت الله أمرني أن أبنيه قال افعل ما أمرك ربك قال وتعينني قال نعم فإذا هذه هي بيوت النبوة وهكذا تربي وهكذا هم أهل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه نسأل الله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله